و لذلك أنا بقول حاجات مهمة جدا جدا نتعامل بيها مع الاحتكار احنا عايزين نتعامل مع الاحتكار بشكل واضح اول حاجة لو حد عارف ان وصله خبر ان في حد بيحتكر لابد ان الله يزعب بالسلطان ما لا يزعب القرآن يبقى اللي حاصل بلغ على اي محتكر اي حد تعرف انه بيحتكر السلعة بلغ عنه طب نبلغ عنه ليه؟ لانه في الحقيقة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في حاجات لازم نعالجها وبسرعة لان الاحتكار في الوقت ده جريمة وكبيرة وما ينفعش محدش يقول ان ده موطن من مواطن الستر مواطن الستر الليس فيها الازى العام الازاء العام والازى العام ده فساد والفساد لابد ان احنا نقطعه ونمنعه فلو اي حد عرف ان فيه واحد محتكر يبلغ عنه الحاجة التانية هيعمل ايه الاول؟ ينصحه وبعد كده لازم يبلغ عنه طب يعمل ايه لو شخص دلوقتي سمعني وهو محتكر يعمل ايه؟ بسرعة يرجع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ولو عاد فله رأس مالي وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه بسرعة اخرج من الاحتكار اللي انت فيه ده لان انت لو استمرت في الاحتكار ده انت مش حمل ان ربنا يدفع عن كل الخلق اللي انت ظلمتهم دول مش تقدر تستحمل الله سبحانه وتعالى سند هؤلاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هؤلاء خاف على نفسك وخاف على أولادك وخاف على أسرتك خاف على كل اللي بتحبهم خاف على اللي بتحبهم مش انك انت ربنا سبحانه وتعالى ازيهم ياخدهم بزنبك لكن خاف ان اللي انت بتعمله دوت يلوس قلوبهم ويضيع حياتهم ويخليهم تتغير منظومة الحياة بتاعتهم يا فرحتي ان ابنك يبقى عايش في طرف ولكن هو قابل ان هو يبقى فاسد مين اللي علمه ده انت فتحمل هتتحمل وزنك ووزن الكمان اللي ابنك عيامله وعشان كده اخرج بسرعة اخرج بسرعة وتوب الى الله ورجح الحق الى صحابه والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن العباد لو عملت كده الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك ولو عملت كده يبقى خركت من جحيم الدنيا قبل جحيم الاخيرة ويا سادة كمان احنا لازم يكون عندنا دور كمان الحاجة اللي حد هيتلاعب فينا بيها احنا نتعامل معاه كمان بان احنا مش نستجيب لده وقد نمتنع عن الحاجة اللي فيها نعمل انواع الاحتكار وياللي حاصل لغاية ما الاسعار ترجع مرة تانية لوضاعها الطبيعي احنا مش نقبل للي حد يستغلنا لان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد مننا تجربة لطيفة قالنا ايه ان الاشياء اذا غلط علينا نرخصها بالترك فانحنا نعمل كده بس انا عارف ان بعض الناس بيتلعبوا بالسلع الاساسية وعشان كده لازم نتكاتف ونمنع هذا الاحتكار وكمان لازم ناخد دور ونبلغ على المحتكرين بعد ما ننصحه انا قدمت للمحتكر وعد ان احنا كلنا عن نكون معاه لو خرج من هذا الظلم وهذا اللعن وانساعد وندعيله لو انت محتكر وعايز ترجع على ربنا انا بدعيلك على الهوى وقولك ربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبتك ويخفر ليك ويفتح لك ابواب رحمته ويعفو عنك ولعل الله سبحانه وتعالى اذا انت توبت ورجعت يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتك حسنات ارجع وتوب الى الله سبحانه وتعالى لان انت مش حمل ان كل دول يكونوا ليهم مظلمة عندك يا رب اخفر لنا وارحمنا وقبلنا وفتح لنا ابواب الرضا يا رب العالمين ونسألك يا مولانا ان ترحمنا في مثل هذه الاوقات وانتهد صالمنا الى ان يرتفع عن ظلمنا باحتكاره وبتضييقه علينا يا رب العالمين وان تعفو عنه بان يرد المظالم لأهلها ويمنع عن نفسه سوء المصير يا رب العالمين اجبرنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة